أنا حالياً موجود في بوليفارد الرياض سيتي ودي آخر أيام لكاس العالم للرياضات الإلكترونية طيب إيه اللي بيقدموا الكاس ده للسعودية ده؟ اسمع معايا الكاس عمل على تعزيز السياحة المملكة وتنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات الوعدة وفق رأية السعودية 2030 تجوز عدد زرار كاس العالم للألعاب الإلكترونية في العاصمة السعودية الرياض من 3 يوليو لحد 24 أغسطس أكتر من 2 مليون زائر وتم بها أكتر من 90 ألف تسكرة للبطولات وزاري الفعاليات الخاصة أكتر من 800 ألف زائر كاس العالم للرياضات الإلكترونية اللي يعتبر الحدث الأهم في قطاع الرياضات الإلكترونية اللي كانت فكرته من سمو الأمير محمد بن سلمان عراب رؤية المملكة وده بعد ما وصل حجم سوق الألعاب الإلكترونية في 2023 3.75 مليار ريال وبيتوقع وصوله إلى 10 مليارات ريال لحلول 2026 فضلاً على أن السعودية أصبحت الآن موطن لـ 23.5 مليون شخص من عشاء ألعاب المدين اللي بيمثله تقريباً 67% من إجمال عدد السكان بالمملكة السعودية